ما هو دور الأب والأم بالتربية وهل دور الأب يختلف عن الأم؟ هو طبعاً انتبهوا لي خلينا نقول في عندنا تقسيم مثالي وفيه تقسيم واقعي المثالية تقتضي أن الأب هو دوره خارج المنزل والأم داخل المنزل خلق نقول هذا تقسيم مثالي هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن الأب مهمة كسب الرزق والسعي من أجل تأمين مستقبل الأسرة والأم مهمتها داخل الأسرة إدارة البيت والتربية هذه قاعدة ثانية مثالية أنا أعطيتكم حين قاعدتين مثاليتين نحن قاعد نتكلم عن قواعد عامة الآن خلونا ننزل من هالمثاليات إلى الواقع اللي نعيشه إحنا اليوم الواقع اللي قاعد نعيشه قاعد نشوف أن الأب يعمل والأم تعمل إذن ما صارت فكرة الأب خارج البيت والأم داخل البيت هذا المنطق كان في الزمان اليوم هذا المنطق ما هو موجود اليوم الأم تشتغل الأب يشتغل يعني صار كأنه عندنا أب رقم واحد أب رقم اثنين هذه مسألة أولى لازم نراعيها وإحنا نجاوب على هذا السؤال المسألة الثانية أنه سابقاً كان توزيع الأدوار واضح لأنه واحد سياسة خارجية والثاني سياسة داخلية فالمسألة واضحة اليوم لا اختلف الوضع اليوم الأثنين سياستهم خارجية الأب والأم طيب صار من يتكفل داخل البيت المسؤولية الكبيرة داخل البيت تقع للأم اليوم فشنو صار صار عندنا أزمة عند الأمهات عند المرأة صار في أزمة المرأة قاعد تشتغل وبنفس الوقت قاعد يتدير البيت طيب هنا هذا يتطلب طالما النظام اختلف والواقع عندنا اختلف هذا يتطلب دخول أكثر للأب داخل البيت وهذا يتطلب أن الأب يتحمل مسؤولية أكثر داخل البيت حتى يساعد إذا الأب مشغول صباحا ومساء على الأقل في الإجازات وعندنا إجازة يومين في الأسبوع خليه هو يحمل ملف الإجازات هذا يومين في الأسبوع ويتحمل مسؤولية البيت كامل في هاليومين حتى المرأة ترتاحها شوي شذي يكون عندنا نوع من التناغم بين الطرفين هذا أمر هذا على مستوى البيت ندخل على مستوى التربية عادة عادة أول سنتين ثلاث سنوات وأحيانا أربع سنوات الرجل في الغالب ما يحسن التعامل مع الطفل في هذه الأعمار الصغيرة إلى خمس سنين ما يقدر يعني الريال يشوف الطفل يلعبويا خمس دقائق بعدين خلاص يمشي ما يتحمل ولا عنده نفس الطويل لما الطفل يصير عمره سبعة وثمانية هنا يبدأ الرجل شوي يعطي من وقته للطفل صار يعرف شوي يتفاهم معاه ويعرف شوي يتكلم معاه لكن المسؤولية الأكبر بالنسبة للرجل إذا الطفل صار عمره فوق العشر سنوات وخاصة الصبيان هنا لأ هنا تدخل الأب لابد أن يكون تدخل قوي جدا هذا من حيث توزيع الأدوار بين الأم والأب طبعا في حالات خاصة لو الأب كثير السفر الأب يشتغل في البحر نظام شفتات الأب مثلا طبيب في مستشفى يعني هذه عاد أوضاع استثنائية تناقش كل حالة بحالتها لكن الجواب العام نعم الآباء والأمهات لابد يتعاونون في تربية أبنائهم السؤال الثاني إذا تصرف ابني وعمره سبع سنوات تصرفات خاطئة فهل يعني هذا أني سيئة التربية؟ الجواب لا لا مهم الضرورة هو هو الطفل دائما يتصرف تصرفات خاطئة طبيعي الطفل من أول ما ينولد لما يتزوج من صح التعبير؟ ودائما عنده سلوكيات خاطئة شي طبيعي يعني إحنا ما قاعدين نعيش في عالم مثالي ولا عالم ملائكي وكون الطفل يخطئ ما يعني أنه أنا سيئة التربية لا هذا معنات أنه هو اختار السلوك الخطأ إلا في حالة واحدة لو أنا علمت السلوك الخطأ وأنا وجهتها للسلوك الخطأ هنا يصير أنا أحكم على نفسي أني أنا سيئة التربية نعم لكن إذا أنا قاعد أعلم الصح وخايف الله عز وجل في هالأمانة اللي عندي وأنا قاعد أبذل الغالي والنفيس حتى أعلمهم ووجههم وبعدين هو يرتكب خطأ لا أنا ما أنا سيئة التربية أبدا سؤال الثالث نحن نعيش بدولة أوروبية والمدرسة تجبر ابني دخول الكنيسة فهل يؤثر عليه هذا بتربيته طبعا أنت كونت مسلمة وتربينا على تعاليم الإسلام والعقيدة الإسلامية والهوية الإسلامية يفترض أنه يكون يعني مشبع بالأحكام الإسلامية الآن أنت في دولة أوروبية ونظام المدرسة واضح من كلام يعني من صياغة السؤال أنت أنت منت قادرة تقولين حق المدرسة أنه ترى إحنا مسلمين مع أنه في دول كثيرة أنا أعرفها في أوروبا وفي أمريكا يحترمون الطالب أو الطالبة لما يكونون مسلمين وما يدخلونهم الحصة أو الفصل اللي يكون فيه تعليم لخلاف منهجهم وخلاف دينهم في كثير من المدارس هذه من حقوق الطفل فإذا استطعت أنت حقيقة أنت تكلمين إدارة المدرسة وتتفاهمين معهم وتقولين لهم أنت إحنا مسلمين هذا خير وبركة لو قدرت إذا ما قدرت جمعي كذا عائلة مسلمة وروحوا باجتماع مع إدارة المدرسة وقولوا أنت إحنا سبع عائلات ما نبي عيالنا يحضرون حصة التربية لأي دين من الأديان يخالف ديننا الإسلام هذا من حقكم إذا إحنا لا المقترح الأول ولا الثاني نجح معاك في هذه الحالة إذن أنت مجبرة تخلين ابنك أنه يروح الكنيسة وأنه يسمع الترانيم اللي هم يقولونها أو يعني الأغاني اللي يغنونها داخل كنيسة بس تكونين طبعا أسستي طفلك تأسيس قوي وعرفتي الفرق بين الأديان وتكون فرصة لك أنك أنت تقوين عقيدة الإسلامية لكن هل هذا يعتبر سوء تربية؟ الجواب لا لأنه أنت مسؤولة عنها في تربيتها الإسلامية وأنت أحسنت التربية السؤال الرابع هل أعراض سوء التربية تظهر في سن المراهقة؟ يعني هو في الغالب في الغالب الجواب يعني 70-80% منه صح يعني أحيانا أنا أكون سيئة التربية مع طفلي في الأعمار الصغيرة لكن ما أكتشف أني أنا أسأ تربيتي لما يكبر شوي لأنني أشوف سلوكيات كاني مارسها وهو طفل وأنا سكت أو أخذها مني وأنا لا أشعر وبالتالي هي يعتبر ويصنف سوء تربية طبعا أكيد هو غالبا هو أشوفه يعني دايما يمثل للتربية مثل مثل زراعة الخيزران تعرفون بامبو كيف يزرع توضع البذرة في الأرض ويتمسقيها بالماء لا ساعة ولا ساعتين لا يوم ولا يومين لا شهر ولا شهرين لا سنة ولا سنتين يتم سقي الماء لهذه البذرة خمس سنوات وفي الخمس سنوات البذرة قاعدة تطلع للأسفل ولا تطلع للأعلى يتمد الجذور في أسفل الأرض خمس سنوات يعني خمس سنوات نحن نمشي على الأرض الزراعية ما نشوف أي أثر على سطح الأرض بينما الأثر كله في تحت الأرض والجذور نازلة في تحت الأرض خمس سنوات في السنة الخامسة في شهر واحد البامبو اللي هو الخيزة الآن يطلع في السماء تقريبا ثلاثين متر ضربة وحدة خلال شهر واحد ثلاثين متر تخيلوا كل يوم الطول تقريبا ثمانين تسعين سانتي كل يوم في الشهر التربية نفس الشيء أنا الآن أغرس في ابني القيم أغرس القيم أغرس القيم أغرس القيم سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة سنة ثالثة سنة رابعة سنة خامسة سنة سادسة ما أشوف نتائج ولا أشوف أثر مثل البامبو مثل الخيزران متى أشوف الأثر في سن المراهقة إذا كبر أو أكبر ولذلك التربية تحتاج صبر ويحتاج لها نفس ولهذا الإنسان لازم ما يستعجل في التربية أبداً ويأخذها بسياسة النفس الطويل يصبر نفسي وسع صدره ويبدي يعالج المشاكل شوي شوي السؤال اللي بعده ما هي العلامات التي أستطيع أن أحكم على نفسي أني سيئة التربية طبعاً لعله إحنا وضعنا عنوان في هذا اللقاء عشر علامات يظهر منها الإنسان أنه سيئة التربية العامة الأولى اللي هو النقد الزائد يعني أنا ولدي ولا بنتي كل ما شوفه انتقده شفت اليوم الصبح انتقد شعره شفت الظهر انتقد طريقة أكله للغداء شفت العصر انتقد جلسته أو كلامه مع أخوه شفت بالليل انتقد مشيته يعني مسكينه وحين في اليوم تعرض لي سبع ثمن انتقادات تخيلوا أنتو خلال أسبوع لو في اليوم خمس انتقادات في الأسبوع خمسة ثلاثين انتقاد يعني في الشهر مية وأربعين نقد يعني رقم كبير رقم كبير وبالتالي هذا يؤدي إلى سوء التربية ولذلك أنا لازم ما أنقد طيب إذا ما أنقد شون ربي إذا ما أنقد شون أصلح السلوك طيب أنا ممكن أصلح السلوك بالحوار يعني أنا أقدر أقول له أنه تسريحة شعرك غلط روح صلحها هذا نقد وأقدر أقول له أسلوب ثاني بابا شرايك في تسريحة شعرك عجبتك تقدر تكتشف وين الغلط فيها طيب يعني وصلت حق نفس النتيجة بس الأسلوب الأول كان أسلوب مباشر نقد الأسلوب الثاني أسلوب حواري الأسلوب الأول يؤدي إلى سوء التربية وأنه الإبن ولا البنت يكرهوني الأسلوب الثاني لا بالأكس يحبوني لأنه قاعدة تحاور قاعدة تناقش تمام؟ إذن هاي رقم واحد رقم اثنين أنه ولدي ولا بنتي يعني يستأمني على سر من أسراره سواء في علاقاته سواء في صداقاته في المدرسة أي سر وأروح أنا شا سوي أفضح سره أكون قاعد مع أبوي ولا أمي أو إخواني أو خواتي وأقول لهم أنا اليوم ولدي كذا 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 أنا بنتي اليوم كذا 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 وأفضح السر اللي هو استأمني فيه وبعدين الولد يكتشف أو البنت يكتشف أن المعلومة اللي قال ماما بيني وبينيج ماما لا دوني حق أحد ولا العائلة كلها تعرف هذه القصة هذه واحدة من علامات سوء التربية تخاف تكلم ولدك عن التربية الجنسية أو أنت ما تعرفين شون تعاملين عيادت وتوصل لهم المعلومة في التربية الجنسية الصحيحة بالمناسبة أكثر التحرشات الجنسية والمشاكل تصير مع ضحايا لم يتلقوا التربية الجنسية الصحيحة إحنا عندنا في خدمة معين التربوية منهج متكامل في كيف نعلم عياننا التربية الجنسية من عمر سنتين لي 15 سنة ولذلك مهم جدا أننا نفاتح عيالنا نسولف معهم نوعيهم نتكلم معهم وهذا الكلام من أجل حمايتهم أما أني أنا أمنع عنهم المعلومة فيأخذونها من غيري أو يتعلمون من غيري بالتالي أنا خسرت ولدي فخدمة معين التربوية تساعدكم في تربية عيالكم تربية جنسية